موسيقى صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية هوس الكورونا ضرب من غير تدقيق وانتشر الخبر كالمرض ليتبين وبتأكيد من وزير الصحة أن لبنان لم يسجل أي إصابة وأنه اتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب وصول هذا الوباء الشرق أوسطي وعلى الكورونا السياسية لا سيطرة إذ ينتشر هذا الداء متخذا شكل الفراغ المعدي الذي يهدد المؤسسات بدءا برأس الهرم والبقية تأتي وبهذه النيات فرغت جلسة مجلس النواب الثالثة من نصابها أمس وقبل أن يعلن رئيس المجلس موعد الجلسة الرابعة كانت خلاياها تفقد مناعة الحضور وتنظر بأن الخامس عشر من أيار لن يختلف عن نظرائه وأسلافه الذين سبقوه على أن تتعظم حدة المرض وتشتد في الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق وصول فخامة الفراغ وإلى حينه لن يعود مجلس النواب بالتشريع المطلبي لكون سلسلة الرتب والرواتب تبر بمرحلة عصر هضم وحيالها وضعت هيئة التنسيق النقابية تحركاتها في أعلى درجات التصعيد الذي لامس مقاطعة الامتحانات الرسمية وإعلان الإضراب الشامل ابتداء من اليوم حتى الرابع عشر من أيار وربطا بالموعد غير نقابية ضربت المحكمة الدولية الإعلامة بموعد الثالث عشر من أيار وقررت جلسة علنية قد تتحول إلى سرية للاستماع إلى الجديد والأخبار في الدعوة المقامة ضدهما وأرفقت المحكمة تعميمها بتفسيرات خاصة متضمنة درسا في معاني تحقير المحكمة والهدف الآن من تهمة التحقير إلى الصحفيين اللبنانيين ووسائل الأعلام دون سواهم لكن التفسيرات المرفقة لم تجب عن الأسئلة التي وضعتها المحكمة عينها وتسأل المحكمة في كتابها ألا يشكل هذا الاتهام اعتداءا على حرية الصحفة في لبنان وتجيب؟ كلا فحرية التعبير ليست مطلقة فإذا كانت المحكمة قادرة على صيغة السؤال وتأمين الجواب المناسب له فلماذا عليها الاستماع إلى الصحفيين؟ لا سيما أنها تريد أجوبة تتطابق والتي نشرتها هي محكمة بأجوبة جاهزة وما على الماثلين أمامها سوى تغييبها عن ظهر قلب من اليوم حتى الثلاثاء المقبل لكن الجديد دائما لديها كلام آخر إذن لا كورونا في لبنان على الأقل حتى الساعة هلع في زمن الكورونا هكذا كانت حال لبنانيين طوال ساعات بعد انتشار خبر وصول أول إصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى أوتل جيو في بيروت وأن لم يكن السيناريو مستبعدا خصوصا أنه بدأ ينتشر في مناطق عدة في الشرق الأوسط في ظل تنقل عشوائي للأشخاص من بلد إلى آخر ولكن وحتى هذه الساعة لا صحة لهذه المعلومات مستشفى أوتل جيو أكد في بيان له أن الفحوص المخبرية أثبتت أن المريض الذي يعالج في المستشفى منذ يومين غير مصاب إطلاقا بالفيروس وذكر البيان أن المستشفى يتخذ تدابير الوقاية كافة لدى أي مريض يشتبه في إصابته بمرض معدن وتزامنا مع هذه البلبلة تابع وزير الصحة وأبو فعور بدقة هذا الملف وانتظر حتى صدور نتائج الفحوص ليعلن في مؤتمر صحفي أن لا وجود للفيروس في لبنان حتى اللحظة لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا في لبنان إدعي وسائل الإعلام وإدعي عبر وسائل الإعلام اللبنانيين إلى عدم الهلع وإلى تقصي المعلومات الحقيقية وعدم إراد أي معلومات ممكن أن تثير أجواء من القلق وأجواء من الضعر خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة اللبنانيين بنتيجة النقاش العلمي تبين أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة حتى اللحظة هي إجراءات كافية وهذه الإجراءات هي تستند إلى تقوية أولا الترصد الوبائي أخذ عينات من كل الحالات المشتبهة التي تحصل في لبنان والتي جاءت حتى اللحظة كل نتائج سلبية توعيد المسافرين في المطار أنا أعطي تعهد من الدولة اللبنانية بأن الدولة اللبنانية ستكون من الشجاعة بمكان بأنها أول من سيخبر اللبنانيين عند حصول أي حالة فيروس كورو ليس لدينا ما نخفيه على الإطلاق لأننا نعترف سلفا أولا بمسؤولية نتيجات المواطن اللبناني ونعترف ثانيا بحكم الرأي العلمي بأنه ليس بإمكاننا من الناحية العلمية أن نمنع تسرب الفيروس إلى لبنان ولكن بإمكاننا لا سمح الله إذا ما تسرب أو تسلل بأنه نحد من انتشار يذكر أن وزارة الصحة السعودية أعفت مدير مستشفى الملك فهد في جدة ونائبه من منصبيهما وجاء القرار في ظل ارتفاع عدد حالات الإصغبة الجديدة بفيروس كورونا وبعد وفاة رئيس قسم الدم في مستشفى الملك فهد بهذا الفيروس جلسات قضية المحكمة الدولية ضد زميلين كرمى خياط وابراهيم الأمين تبدأ الثلاثاء في الثالث عشر من أيار الحالي في بيان صادر من المحكمة الدولية من لعيد سندام حدد القاضي الناظر في قضايا التحقير المثولة الأول لشركة تلفزيون الجديد والزميلة كرمى خياط وشركة أخبار بيروت والزميل إبراهيم الأمين في الثالث عشر من الحالي وفقا للمواعيد التالية شركة تلفزيون الجديد في الساعة التاسعة ونصف طباحا الزميلة خياط في الساعة العاشرة ونصف قبل الظهر شركة أخبار بيروت في الثانية ونصف بعد الظهر الزميل الأمين في الثالثة ونصف بعد الظهر وأضاف البيان أنه وفقا لما جاء في الدعوات إلى الحضور خير القاضي الزميلين خياط وابراهيم بين المجيء إلى مقر المحكمة والمثول بواسطة نظام مؤتمرات التلفزة على أن يحضر محامهما شخصيا وستكون الجلسة علنية غير أن القاضي قد يقرر في أثنائها أن يحولها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية مجلس النواب إلى الأسبوع المقبل في جلسة انتخاب جديدة مع انعدام النصاب القانوني وقوى الثامن من أذار تؤكد أن النصاب يأتي نتيجة توافق والرابع عشر من أذار تحمل الفريق الآخر المسؤولية في حال الدخول في الفراغ غط النواب وطاروا تماما كطيور ساحة النجمة الحلقة الثالثة من مسلسل الانتخابات الرئاسية انتهت كسابقاتها حتى أن الصور هذه يمكن استبدالها بصور الأرشيف من دون ملاحظة أي فرق قوى الرابع عشر من أذار حضرت بنصابها الكامل في المقابل غاب تكتل التغيير والإصلاح وكتلة الوفاء للمقاومة وتضامن معهما حلفائهما باستثناء كتلة الرئيس نبيه برري وقبيل الجلسة عقد رئيس المجلس سلسلة اجتماعات ثنائية أبرزها تلك التي جماعته والرئيس تمام اسلام ورئيس جبهة النضال الوطني ولي جنبلاط وعند الساعة الثانية عشر دق جرس المجلس معلنا بدأ الجلسة وانتهاءها في أن لعدم اكتمال النصاب أرجأ دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برري الجلسة التي كانت مقررة اليوم لانتخاب فخامة رئيس الجمهورية إلى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الخميس في 15 أيار الجاري من ناحية ثانية دعا رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برري إلى جلسة تشريعية لمناقشة وإقرار مشروعي القانونين المتعلقين بسلسلة الرتب والرواتب في العاشرة والنصف من صباح الأربعاء في 14 أيار الجاري نهارا ومساءا أجواء تصريحات النواب بدت أكثر فعالية منها في الأسبوع الماضية لا سيما أن المؤشرات تدل على أن البلاد ستدخل فترة الفراغ الرئاسي نحن ما بدنا مرشع تحدي نحن بدنا مرشع يكون يقدر يوفق بين اللبنانيين مش مرشع يتحدى اللبنانيين نحن اليوم نعتبر بكل صراحة أنه كل قوة 14 دار والمبادرات الجديدة اللي عم تعملها وتحديد اللي عم يعملها رئيس الجمية اللي هي بالتنسيق مع كل قوة 14 دار هي المبادرات الوطنية الحقيقية أنا بدي أمن النصاب ولكن النصاب التوافق قبل أي نصاب آخر ويمكن من التوافق ننطلق إلى نصاب العدد نصاب العددي وبالتالي فعلا نوصل لنتيجة انتخاب الرئيس الجمهورية قبل نهاية المهل الدستوري اللي فينا نحن نقوله هو التالي أنه الدني بألف خير والمرشحين بأربعة عدار في تنسيق بيناتهم وحصر ما بعيونهم شكرا نحن دايما في تواصل نحن والشخص سعد الحريري نحن دايما في حكي نحن ويه هالشي بتركوله إلي مطلوب وقت يعني موضوع الرئيس الجمهوري ليس محصور بقاعة الانتخاب قاعة الانتخاب واكتمال النصاب يأتي كنتيجة لتداول بين الكتل النيابية مطلوب خرق على مستوى الكتل النيابية وبينما كان نواب الرابع عشر من أذار منهمكين بالاستحقاق كان زملائهم الآخرون يتحدثون عن دستورية استعادة مجلس النواب لدوره التشريعي في فترة الفراغ في مؤشر إلى أن الأزمة طويلة باسل العريضي قناة الجديد ملل الداخل انعكس على خارج الجلسة فكان تقطيع للوقت كل على طريقته لقد أصبحت مسرحية مملة الصحفيون ككثير من النواب لا يعلمون ماذا يفعلون في المجلس فالسيناريو المرسوم معلوم والنواب لا يضيفون إلى الملل سوى تصريحات تضيف إلى الملل مللا عران النواب ضحايا كل هذا الملل أيضا فهم بمعظمهم يقرون خلف عدسة الكاميرا أنهم لا يعرفون من سينتخبون وقت الجد وأن الضوء الملقى عليهم خارج قاعة المجلس يختفي داخلها ليصبح مجرد أرقام تحتسبها قيادات الكتل النيابية عندما تحين الساعة في الوقت الفاصل يدوسون الوقت الذي أصبح يمر ببطء أكبر فكل من خفض منصوب الجد ارتفع منصوب الملل بعض الصحافيين يتلهون بأحاديث جانبية وبعضهم الآخر يستعين بالهواتف الخلوية من واتساب إلى السالف الشهيرة تيمنا بوزرائنا ونوابنا طبعا فيما البعض الآخر انزو جاهدا للظهور بأحلى صورة يتفيأون جريدة أو مظلة وعندما تخفق محاولتهم في إبعاد شبح الملل الذي يختبئ في قبة مبنى رسمي وعالم لبناني يبتعدون بعض الشيء علّف البعد عنه جفاء غير أن الملل تسرب إلى الداخل وأوقع ضحية على الرغم من صخب البث المباشر المحيط حتى رئيس المجلس لم ينزل قاعة المجلس ليعلن الأمين العام انتهاء الجلسة ونعود إلى التصريحات ونواب يؤكدون أنهم لن يخضعوا مثلنا للملل نحن لن نمل سنأتي كل يوم الوقت عم بيديء المطلوب حصول نصاب إسقاط لهذا الاستخدام هي تلافع لإسقاط لبنان كيف بيطلعوا الرؤسة لا نصاب وحصر ما بعيونهم شكرا بعد حصر من مشروع السيدة الأولى سالفي السائحات تنظرن إلى المشهد باستغراب فيما انقسمت مخلوقات الطبيعة بين مستغرب وغير آبه بكل ما يجري هي جلسة الملل وحسب وليس هناك من جملة أخرى لاختتام تقرير يحيط به كل هذا الملل جدغصن قناة الجديد عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في مقر رابطة أستاذة التعليم الثانوي في الإونسكو عرضت فيه موقفها من نتائج أعمال اللجنة النيابية المتعلقة بملف سلسلة الرتب والرواتب وبعد النقاش خلصت الهيئة إلى تأكيد أن النتائج إهانة صارخة لكرامة اللبنانيين جميعا قبل إهانة الأساتذة والإداريين والميومين تعلن هيئة التنسيق النقابية رفضها القاطع لهذا المشروع المسق وتدعو المجلس النيابي إلى إقرار السلسلة التي تضمن الحقوق للسلسلة التي تضربها إننا ندعو من أجل ضمان الحقوق التي نطالب بها إلى تنفيذ هذا البرنامج من التحرك التصعيدي على النحو الآتي أولا تنفيذ الإضراب العام الشامل اعتبارا من يوم غدن الخميس في تسعة أيار الجاري وليستمر حتى يوم الأربعاء في 14 أيار الجاري تنفيذ اعتصامات مشتركة للأساتذة والمعلمين والأجراء والميومين للأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والمتعاقدين يومي الإثنين والسلساء الساعة الثانية عشر زهرا وذلك في السراء الحكومي في المناطق وفي الوزارات والإدارات العامة في بيروت سالسا التوصية إلى الجمعيات العمومية بمقاطعة الامتحانات الرسمية الرئيس أمين الجميل يزور الرابي والنائب ميشيل عوني يتحدث عن مرحلة جديدة في التعاون بين الكتائب والتيار الوطني الحر هي زيارة الرئيس أمين الجميل الأولى إلى الرابي زيارة أعلنت مرحلة جديدة من التعاون بين الجميل ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون بحسب ما وصفها الأخير وبعد اجتماع دام نحو ساعة من الوقت خرج الرجلان بكثير من الإيجابية وموقف موحد مفاده ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري من الضروري أن يتم الانتخاب الرئيسي بالمهل الدستوري وإنقاذ الجمهورية يمر بهذا الاستحقاق وإلا المؤسساتنا الوطنية تكون على كف عفريت ويكون المستقبل لا نعرف بأي توجه فكانت لقاء مفيد جدا وإيجابي مع عماد ميشيل عون وكنا توفقنا على ضرورة بازل كل الجهود من أجل إتمام هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن لأن ما بقى في عنا إلى عشرين يوم الأمور ما النهيني ما بعتبر أنه الأمور هلأ وصلت إلى ختمها السعيدي إنما فيه نوية طيبة عند الكل بعتقد هالاجتماع أعطى نتائج كتير إيجابية يعني إيجابية بتصفر لاندبوا نحن ضد اللغة القشبية نحن ضد اللغة القشبية نحن ضد اللغة القشبية بعتقد هذه مرحلة جديدة اليوم بدأت مع فهمت الرئيس بالتعاون وإنها إصرار على أنه الانتخابات لازم تصير بحد بإحمدها المرحلة هذه الثلاث أسابيع البائيين لحد أربعة وعشرين ولكن إن شاء الله تحدث الانتخابات قبلها التاريخ هذا هذا وسيكثف حزب الكتائب اتصالاته في الأيام المقبلة ويكمل جولته على القادة المسيحيين أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن ما يجري اليوم هو انقلاب كامل على الدستور والتقاليد البرلمانية والتاريخ السياسي ووجه نداء إلى المرجعيات السياسية والدينية كافة لتدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي لكن المعركة السياسية الحقيقية اليوم لا تدور بين مفهوم الرئيس التوافقي ومفهوم الرئيس الغير توافق إنما بين منطق العمل الديمقراطي المؤسساتي السليم ومنطق التعطيل والابتزاز وفقا لمعادلة بسيطة جدا إما الرئيس من 8 أدار أو الفراغ هذا يذكرنا تماما بمعادلة سنة 1988 عندما أتت بعض القوى الخارجية التي تقول لنا إما مخيل الظاهر وإما الفوضى الآن إما مرشح 8 أدار أو الفراغ السؤال الذي يطرح نفسه اليوم للماذا تمتنع قوى 8 أدار حتى اللحظة عن إعلان اسم مرشحها الرئاسي وافتراضا أن شعار التوافق الذي ترفعه 8 أدار صحيح فلماذا لم تقترح هذه القوى لو كان ذلك صحيحا اسما أو مجموعة أسماء لا تنتمي إليها لأن التوافق يعني ذلك لا تنتمي إليها للتباحث مع الكتب الأخرى حول حزوز توافقيتها المطارينة المواننة يقلقهم حديث بعض النواب عن الفراغ وكأنهم يعلنون عجزهم أعلن المطارينة الموارين بعد اجتماعهم الشهري أنهم يتابعون باهتمام التحركات النقبية معلنين عن تضامنهم مع المطالب المحقة شرط أن تأتي مدروسة وجددوا الدعوة للتوصل لانتخاب رئيس للجمهورية يكونوا على حجم حاجات لبنان جدد الأباء تضامنهم مع صاحب الغبطة وأصحاب النوايا الحسنة في مساعيهم الحفيفة بغية التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكونوا على حجم التحديات الداخلية والإقليمية وحاجات لبنان ومستقبله وهم يذكرون نواب الأمة بأن انتخاب الرئيس يكونوا باحترام المؤسسات الدستورية ووفقا للدستور وما يمليه على النواب من واجب وطني بحكم الوكالة المعطاة لهم من الشعب وما يزيد من قلق الأباء حديث بعض نواب الأمة عن الفراغ وكأنهم بذلك يعلنون عن عجزهم السياسي ويناشد الأباء أبناءهم القادة الموارنة أن يعتبروا الالتزام الذي أعلنوه في لقاء بكركي خريطة طريق أخلاقية لخوض انتخابات رئاسية تكون على مستوى طموحاتهم التي أعلنوها مرارا وتكرارا ورحب المطارينة بنتائج الخطة الأمنية في ترابلوس ودخول المدينة في مرحلة من الاستقرار موجهين التحية لأبنائها لتجاوبهم مع القوى الأمنية كما رحبوا بتنفيذ الخطة الأمنية في بعلباك الهرمل وحيوا أبناء المنطقة لالتفافهم حول الشرعية أهلا من جديد أفد مراسلنا في البقاع شوق سعيد أن سيلا قويا مصدره سلسلة الجبال الشرقية الفاصلة مع سوريا بدأ يتدفق باتجاه بلدات رأس بعلبك والفيكة والقاع وأدى إلى تقطع الطريق الدولية باتجاه القاع بالأتربة والحجارة وحدثا أضرارا مادية وقد طلب الجيش اللبناني من الأهالي لانتباه والحذر معلنا أنه على أهبة الاستعداد والجهوزية التامة للتدخل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليماني وقع قانون حماية المرأة من العنف الأسري كما أقر في الهيئة العامة والتحالف الوطني لتشريع حماية النساء لا يتوانع عن العمل من أجل إدخال التعديلات وقع رئيس الجمهورية ميشيل سليمان قانون حماية المرأة من العنف الأسري جملة قد تبدو للوهلة الأولى انتصارا لحقوق المرأة لكن الواقع غير ذلك فسليمان وقع القانون كما أقر في الأول من نيسان المنصر في الهيئة العامة ما يعني أن التعديلات التي اقترحها التحالف الوطني لتشريع حماية النساء ضربت عرض الحائط كان التحالف على رأسه منظمة كفى عنف واستغلال يأمل أن يرد القرار غير موقع إلى المجلس النيابي لإدخال التعديلات اللازمة عليه على ذلك يكون خطوة باتجاه الحفاظ على جوهر مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري وأهدافه قرارة الحماية المنصوصة عليها بالأنون بتشمل جرائم محددة يلي هي الحد على الفجور والحد على التسول وغير إشياء بينما لا تشمل بشكل واضح وصريح إنه المرأة بتقدر تستفيد من القانون من قرارة الحماية بالقانون إذا تعرضت للضرب والإزاء يعني يلي هي أكتر أشكال العنف شيوعا هذا القانون مش شمله بشكل كتير واضح ومباشر يعني بظل هيك الظروف كيف نحنا عم نساوي بقرارات الحماية بين النساء والرجال هذا الشي مش قادرين نستوعبه صراحة هذه بعض الثغر في القانون يضاف إليها تعميمه ليشمل جميع أفراد الأسرة وتشريع الاغتصاب الزوجي وربط حق المرأة في حماية أطفالها بسن الحضانة وغيرها من البنود التي ترسخ الطائفية والمفاهيم الذكورية فكيف سيواجه التحالف الوطني هذا القانون بعد توقيعه؟ لحن نجرب يعني نتواصل مع نوة ممكن يكونوا مستعدين ليقدموا مشروع معجل مكرر لصد النواقس اللي موجودة بهذا القانون يعني الآن الظاهر هذه القصة خاض على مساومات سياسية يعني ما منعرف كيف بتتغير الظروف ممكن بعض النواب اللي ما رفعوا صوتهم يمكن تتغير الظروف ويقرروا أن يرجعوا يرفعوا صوتهم وممكن كمان نرجع نشتغل بوقت الانتخابات يعني نشوف كيف في الواحد يضغط على المرشحين اللي لح يترشحوا حتى يقدروا يتبنوا المطالب اللي نحن عم نطالب فيها هلأ حق ناشي بس مش هو الشي اللي منطمحه يعني صراحة واحد وسبعون نائباً وقعوا التعديلات المقترحة لكنهم نسوا التزامهم لحظة دخول المجلس أما الآن فالبحث جار عن نائب واحد مستعد لمحاولة حماية النساء من النظام الطائفي السياسي في لبنان عرض رئيس الجمهورية العمد ميشيل سليمان في القصر الجمهوري في بعبدة مع رئيس الحكومة تمام سلام التطورات الراهنة وجدول أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد بعد ظهر الجمعة المقبل في قصر بعبدة واستقبل الرئيس سليمان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمحافظين واطلع رئيس الجمهورية من قائد الجيش العمد جانقهوجي على الأوضاع الأمنية خصوصاً في طرابلس والبقاع إضافة إلى الاتصالات الجارية في شأن تسليح الجيش وتجهيزه من الهبة السعودية الاستثنائية على صعيد آخر وقع الرئيس سليمان أمس القوانين الواردة على رئيسة الجمهورية باستثناء قانون الإجارات انطلاقاً من اقتناعه بأن أي قانون لا يؤمن العدالة الاجتماعية يكون مشحفاً بحق فئة معينة أو فئة أخرى من المواطنين مع الإشارة إلى أن هذا القانون سينشر حكماً بعد مرور المهلة الدستورية لقاء مصالحة يجمع بين النائبين بهي الحريري وزياد أسود تحت صقف مترانية الروم الملكيين لصيدة ودير القمر التقى نائبا صيدة وجزين بهي الحريري وزياد أسود بعد جفاء دام أكثر من عام وإذا كانت السياسة قد قسمت بين الطرفين فأن أحداث عبره فرقت بينهما بعد تصريحات الأسود في شأن موقفي الأسير في صيدة لتتطور الأمور وتدخل أطراف عدة للمصالحة حتى نجح اليوم راعي الأبرشية المطران إليب شار الحداد في جمعهما بحضور قائد منطقة الجنوب الإقليمية لقاء الأمن الداخلي العقيد سمير جحادي ولتكون أول بدلة إيجابية وبحسب مقربين فإن الطرفين تبحثا في جميع الأمور السياسية والمناطقية لكنهما لم يتطرقا إلى موضوع الانتخابات الرئاسية لكاء اليوم هو لكاء يجمع أكتاب مدينتين صيدة وجزين التقوا دائما على خدمة الإنسان وإن تنوعت الأراء السياسية والانتماءات الحزبية ولأن الإنسان هو أغلى قيمة لديكم يا زائرين الكرام استطعنا أن نلتقي جميعا حول قاسم مشترك ألا وهو الإنسان ها وقد التقينا سيبنى على اللقاء مكتدا نتمنى أن يكون فاتحة لقاءات بالتنصيك دوما من أجل ذاك الإنسان وختم حداد مؤكدا أن هذا البيت سيبقى مفتوحا للجميع كعادته من جميع الطوائف والإحزاب والأفكار السياسية والاجتماعية محبة قوى الأمن الداخلي للسائقين مستمرة من دون أي غرامات في اليوم الثاني لحملة التوعية التي بدأتها قوى الأمن الداخلي نزل عناصر الأمن إلى ساحة ساسين في الأشرفية في حاجز محبة هدفه تنبيه السائقين إلى مخاطر عدم الالتزام بقوانين القيادة ومنها وضع حزام الأمان والتزام الإشارات الضوئية وعدم القيادة تحت تأثير الكحول وتستمر هذه الحملة حتى العشر من الشهر الحالي تزامنا مع أسبوع المرور العربي الذي بدأ في الرابع من أيار لبنان يعود إلى خريطة كرة السلة العالمية بقرار من الاتحاد الدولي للعبة تكللت الجهود التي بذلها اتحاد كرة السلة في الأشهر الأخيرة برئاسة المهندس وليد نصار وبتعاون كبير من أندية الدرجة الأولى بالوصول إلى قرار رفع الحظر الدولي عن كرة السلة اللبنانية اتخذه الاتحاد الدولي للعبة الفيبة وبدعم من الاتحاد الأسيوي بشخص أمينه العام أغوب خاتشيريا القرار الذي استلمه الاتحاد اللبناني رسميا قبل نحو ساعتين جاء بعد تنفيذ لبنان شروط الاتحاد الدولي كافة بدء من اعتبار الاتحاد هو السلطة الشرعية الوحيدة التي يعترف بها الفيبة إلى تعهد الأندية بعدم اللجوء إلى القضاء المدني وتأليف لجنة قضائية لمتابعة أي إشكال مستقبلا رفع الإيقاف الدولي يسمح للبنان بالمشاركة في الاستحقاقات الدولية وأولها بطولة غرب آسيا التي تصدفها العاصمة الأردنية عمان في الثالث العشرين من شهر أيار مايو الحالي وهي البطولة التي تؤهل إلى بطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير لمناسبة اليوم الفرانكوفوني أقامت الجامعة لبنانية كليات الأداب والعلوم الإنسانية في صيدة نشاطاً عرض خلاله فيلم بعنوان الدين والحب الجوهر والشكل أعده قسم اللغة الفرنسية في الجامعة الفيلم وهو من تأليف الطلاب وتمثيلهم وأخراجهم يحكي قصة حب بين شاب مسلم وفتاة مسيحية ويدعو إلى نبذ الطائفية وحضر العرض عدد من الأكاديميين والإعلاميين ورجال الدين تنديداً بمشروع اللجنة النيابية المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب نفذ موظف المالية اعتصامات متفرقة في عدد من المناطق مطالبين بتصحيح أوضاعهم كنا نغطرين هذه السلسلة أننا ضفلنا شيء على معاشنا كانت بالنتيجة أخذت مننا أكتر معطتنا باحتساب بسيط من نلاقي نحن أنه أخذوا مننا حق مكتسب صار له عشرات السنين يلي هي الغرامات أخذوهم لحتالي يعطونا زيادة طلعت بالنتيجة أنه معاشاتنا انخفضت 155 ألف ليرة بدل ما أنها تزيد بعنوان وتبقى الصورة ويبقى الصوت مرتفعا كرم موقع خبر عاجل بالتعاون مع منتج على غتاج مجموعة من المصورين الصحافيين والمراسلين وفي ذكرى شهداء الصحافة كرم المحتفلون تلفزيون الجديد وشهيده المصور علي شعبان المصورين يعني الأشخاص اللي ما بيأخذوا حقهم دايما علما أنه هني يعني فرسين الصورة إذا كان فيه كتير ناس بتكرم صحافيين وهذا حقهم وإعلاميين وحقهم بيقولوا عنهم فرسين الكريمي ففرسين الصورة كمان بيستحقوا تكريم زار وفد من الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون وزير الخارجية والمغتربين السابق عدنان منصور حيث جرى تداول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وأكد منصور أمام الوفد وعلى رأسه العميد مصطفى حمدان أن الوضع خطر محذرا من الدخول في الفراغ الرئاسي ومن فخ الفراغ أيضا حذر مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بعد عودته من زيارة رسمية لمملكة البحرين متخوفا من عدم ظهور أي دلائل تشير إلى أن الاستحقاق سيجري في موعده وفي خطوة هي الأولى من نوعها نظمت بلدية بعلبك مسابقة شعرية قدمها الدكتور سهير عد لطلاب المدارس الرسمية والخاصة في منطقة بعلبك الهرمل إلى نجمة تغريدها سفينتي وكلامها اختصر مقالتي شربت من ينبوع الهوى نخبا حتى وصلت ثمالتي وفي نهاية المسابقة قدمت جوائز مالية وأوسمة لأصحاب أجمل ثلاث قصائد وفي مقر الاتحاد العملي العام جرى انتخاب لجان تنسيقية بين مختلف العمال والموظفين المياومين والمتعاقدين في إدارات الدولة والمدارس الرسمية والتعليم الأساسي والثانوي خلال لقاء وطني برئاسة رئيس الاتحاد غسان غسون الذي أكد أهمية التنسيق بين لجان العمال المتعاقدين والمياومين لتحديد سلسلة من التحركات على المستوى القطاعي أو العام أهلا من جديد خروج الدفعة الأولى من المدنيين والمسلحين من حمص المحاصرة ووصولهم إلى ريف حمص الشمالي بإشراف من الأمم المتحدة بين الركام ساروا خارجين من حمصهم القديمة للمرة الأولى منذ سنتين مشوا بشبه حرية ومن دون أن ينفجر في آذانهم دوي القتال هم مدنيون نساء وأطفال ومسنون طرق الجوع أبوابهم المخلعة كل مساء يغادرون حمص حاملين متاعهم وغير عارفين متى يعودون الخروج من حمص القديمة جرى بموجب اتفاق توصل إليه النظام السوري والمعارضة بإشراف مباشر من إيران والأمم المتحدة وينص الاتفاق على خروج المسلحين مع سلاحهم الفردي واستوقف لإطلاق النار على أن تنقلهم حافلات إلى جانب المدنيين باتجاه بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي 1925 هو العدد الإجمالي للذين سيجري إجلاؤهم منهم 1325 مسلحا ستقلهم 40 حافلة يرافق كل واحدة منها عضو من الأمم المتحدة وترافق الحافلات شرطة النظام وقد بدأ وصول أولى الحافلات إلى الدار الكبيرة وبثت بعض المواقع الإلكترونية صورا مؤثرة للحظات اللقاء الأولى بين المحررين وأهلهم يتزامن الخروج من حمص وأطلاق السراح أسرى كان يحتجزهم المسلحون وإدخال مساعدات إلى نبول والزهراء لكن أفيد لاحقا عن توقف العملية موقتا بعد عرقلة دخول تلك المساعدات الإنسانية وفي هذا الإطار قال المرسد السوري لحقوق الإنسان إن المعارضة فتحت الطرق المؤدية إلى تلك القريتين المحاصرتين أيضا في محافظة حلب بالتزامن مع عملية الإجلاء ومع انتهاء العملية من المنتظر أن تتسلم القوات النظامية الأحياء المحاصرة لينتهي وجود مقاتلي المعارضة في حمص التي عرفت ذات يوم باسم عاصمة الثورة بعيدا من حمص تعرضت الغوطة الشرقية وحي جوبر في ريف دمشق لقصف عنيف حيث دارت اجتباكات بين القوات الحكومية ومسلح المعارضة وفي ريف حلب الشمالي سقط عدد من القتل والجرحة جراء غارة جوية في مدينة أعزاز كما قصفت قوات نظام بلدات في ريف درعة اتهم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بعض دول مجلس الأمن بتقديم الأسلحة الكيميائية للإرهابيين وخلال جلسة لمجلس الأمن أكد الجعفري أن القرار 1540 الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة وتصنيع أسلحة الدمار الشامل حقق بعض النتائج الإيجابية لكن لا تزال توجد بعض الثغورات فيه متهي من تركيا بتسهيل عمليات القاعدة من أراضيها وقدمنا للمجلس لمجلس الأمن وللجنته الفرعية المعنية بتطبيق القرار 1540 بدءا من رسالتنا المؤرخة في 8-12-2012 وانتهاءا برسالتنا المؤرخة في 7-4-2014 معلومات مفصلة وموثقة عن قيام عناصر من تنظيم القاعدة بتصنيع واختبار أسلحة كيموية في مختبر يقع في مدينة غازي عنتاب التركية تمهيدا لاستخدامه ضد المدنيين السوريين وكذلك عن محاولة الإرهابيين ادخال كميات من غاز السارين عبر الأراضي التركية بعد أن نقلوها علامة طائرة مدنية وصلت إلى تركيا من ليبيا لاستخدام هذا الغاز في سوريا وتوجيه الاتهام لاحقا للحكومة السورية نشبت مشاجرة بين إعلاميين في خلال برنامج بين اتجاهين الذي بثته فضائية أردنية المشاجرة تسبب بها نقاش تناول الأزمة السورية وحرية الرأي وانتهت المشاجرة بعد تبادل الاتهامات وكه للشتائم بقلب الطاولة شاكر 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 يا أخوات شاكر لا يا أخوات شاكر لا لا عشرات الألاف في مسيرة العودة في الأراضي المحتلة شارك عشرات الألاف في مسيرة العودة إلى قرية لوبيا المهجرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقد شهدت الطرق إلى لوبيا ازدحامات مرورية شديدة بسبب المشاركة الواسعة للألاف في المسيرة إضافة إلى الحواجز التي نصبتها شرطة الاحتلال في المنطقة والتي قامت باحتجاز أحد الشبان المشاركين في المسيرة وانطلقت الحافلات من كافة أنحاء البلاد للمشاركة في المسيرة التي كانت هذا العام لافتة وفاقت التوقعات في معظم البلدات خصوصا من قبل أبناء الشبيبة وقال بيان صادر عن جهة منظمة للمسيرة جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين إن المسيرة ستختتم بمهرجان خطبي سياسي وآخر ثقافي تراثي وفني ملتزم والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادر اليوم في بيروت الخميس تماني أيار 2014 ونبدأ مع النهار 17 يوم لإنقاذ الرئاسة والنظام وإلا قمة مارونية في بكركي بعد حركة وإلا عفوا قمة مارونية في بكركي بعد حركة لجميل المقاتلون يخلون حمص القديمة الجربة لأسلحة تحيض الطيران بوتن يهدئ وواشنطن يهدئ وواشنطن لا ترى دليلا على سحب قوته في السفير لهذا اليوم سلام للسفير أحذر من تداعيات الشغور الرئاسي على الحكومة الإضراب التحدي يطوق الدولة بالسلسلة مصر مناظرة غير مباشرة بين السيسي وصباحي بارقة أمل في مستنقع اليأس السوري تسوية حمص القديمة تمتد إلى رفي حلب واللاذقية في الأخبار المسلحون أخلوا حمص القديمة نكسة جديدة للمعارضة السورية حوار طرشان بين الحريري وعون الدولة مقفلة حاليا في الأنوار إضراب نقابي يمتد أسبوعا ويشل الإدارات والمدارس الرسمية الجميل يلتقي عون وجعجع مقاتل المعارضة ينسحبون من حمص والجربة يبدأ محادثاته بواشنطن السعودية تكشف تنظيما إرهابيا مرتبطا بداعش في عنوين الديار لهذا اليوم التسليم بالفراغ وبدأ تنظيمه السفراء لدعم حكومة السلام السلسلة لم تعجب أحدا لا الموظفين ولا أرباب العمل وأضراب مفتوح حتى 14 أيار أبو فعور لا إصابات بفيروس كورونا إسرائيل راضخت لقرار تنظيف مجرى نهر الوزاني اليوم خروج المسلحين من حمص القديمة ودخول الجيش الأسد الحل لا يأتي عبر جهات خارجية الجربة سيطلب من واشنطن مساعدات عسكرية ننتقل إلى المستقبل جعجع يعتبر التعطيل سبع أيار ضد المسيحيين ومرحلة جديدة بين عون والإجميل المطارين يذكرون قادة الموارنة بالتزام النصاب وأيضا في المستقبل اعتبر أن الأسد يريد ولاية ثالثة على جثث السوريين الجربة يطالب واشنطن بأسلحة فعالة السيسي يشكر خادم الحرمين كبير الأمة في البناء موراتينوس أو سولانا بدلا من الإبراهيمي لتفاوض أمريكي مع سوريا يبرود جلبت الحكومة فهل تجلب حمص للبنان رئيسا؟ حرب السلسلة تنفجر مع جلسة 15 أيار سوريا حرب أمنية وتصاعد الاغتيالات بين صفوف قادة النصر وداعش والحر تقرير غربي يطرح تساؤلات خطيرة حول الطرادات الفرنسية المنوي بيعها للجيش اللبناني في اللواء سلة تعينات غدا وأضراب في القطع العام حتى الأربعاء التوافق يبحث عن شخص الرئيس ومجلس المطارنة يتجاهل زيارة القدس تكريم 14 صحفيا في عيد شهداء الصحافة المعارضة تغادر حمص الرمز هزمة للمجتمع الدولي الجربة في واشنطن أسلحة وحملة على الأسد وحزب الله في البلد لهذا اليوم الجميل على خطوط الرئاسة منقذاً لا مرشحاً النصاب الثالث لم يتوفر والمطارين يناشدون بالتزام أخلاقي الأسد جهود السوريين وحدهم تحل الأزمة روسيا تتراجع عن الحدود الأوكرانية أما في عنوين الجمهورية التنسيق تهدد بانفجار كبير كيركي تخاطب أخلاق قادة الموارنة طيف 88 يلوحوا في الأفق بدأ خروج المحاصرين من حمص القديمة في عنوين الحياة لهذا اليوم واشنطن ما زالت مترددة بإرسال صواريخ مضادة للطائرات والجربة يتحدث عن أسلحة إيرانية للنظام عبر العراق ومطار بيروت بدء انسحاب مقاتل المعارضة من حمص وأطلق جنود من الجيش النظامي وزير السياحة توقع رفع التحذير الخليجيين من السفر إلى لبنان آخر الشهر الجميل يبحث مع عون مخارج لتجنب الفراغ وجعجع قد ينسحب لمرشح من 14 أذار يضمن الفوز المالكي يجدد تمسكه بحكومات غالبية سياسية والحكيم والصدر يستبعدان عزل ائتلافه أخيرا مع الشرق الأوسط البرلمان يفشل للمرة ثالثة والفراغ الرئاسي يهدد الأمن والتوافق والانتخابات سلام للشرق الأوسط نوريد رئيسا صنع في لبنان شقيقه قال إنه لم يستثمر الرعاية الصحية حينما سلم نفسه من وزيرستان القاعدة تهرب سعوديا مقعدا وزوجته الباكستانية إلى اليمن اطلقوا مخطوفين بينهم إيرانيون ولبنانيون الجربة نريد أسلحة فعالة لتغيير ميزان القوى على الأرض بعد حصار 700 يوم حمصة القديمة عادت إلى النظام كان في النشر حتى اللحظة لا كورونا في لبنان عدم الهلع إلى تقصي المعلومات الحقيقية هيئة التنسيق تدخل الإضراب المفتوح تنفيذ الإضراب العام الشامل اعتبارا من يوم غد الخميس أرجع دولة رئيس مجلس النواب الجلسة التي كانت مقررة اليوم إلى يوم الخميس في 15 أيار الجاري وأجواء الجلسة سلفي على ملل وحصر مبعيون ما بين الصيف والرابي مرحلة جديدة كان لقاء مفيد جدا وإيجابي أعطى نتائج كثير إيجابية جلسة محكمة الأعلام ثلاثاء المقبل علانية قد تتحول إلى سرية بين النظام والمعارضة مدنيون ومسلحون يغادرون حمص القديمة هذا كان كل شيء في نشرتنا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء عند العشر والنصف ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة